موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار جديدة من قناة يواتي في الأوكرانية في العاصمة كييف معكم محمد زاوي وفي المستهل أبرز العنوي مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصاً إثر ايطلاق نار على جمهور حفل بلاس فيغاس الأمريكية رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله يصل غزة لتسلم مهام حكومة الوفاق وفي النشرة أيضاً عودة الحياة إلى طبيعتها بكالينوفكا بعد مرور أسبوع من انفجار مستودع الذخيرة أهلاً بكم وسط فعاليات رسمية وشعبية وصل رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله ووزراء حكومته ومسؤولون أمنيون وصلوا إلى قطاع غزة لتسلم مهام الحكومة هناك في أول زيارة بهذا المستوى منذ العام 2015 ومن المنتظر أن تتسلم حكومة الوفاق مهامها واختصاصاتها في القطاع رسمياً عقباً عقاد جلسة الحكومة الأسبوعية غداً الثلاثة في غزة حكومة الوفاق تأتي نتيجة للوسطة المصرية بعد أعوام من الخلاف بين حكومة رامي الله وحكومة حركة المقاومة الإسلامية حماس التي فرضت سيطرتها على القطاع منذ حزيران يونيو 2007 قتل أكثر من خمسين شخصاً وأصيب أكثر من مئتين في إطلاق نار على حفل موسيقي في مدينة لاس فيغاس جنوب غربي الولايات المتحدة وقالت شرطة لاس فيغاس إن منفذ حادث إطلاق النار رجل أبيض يبلغ من العمر 64 عاماً وقد قتل برصاص شرطة وإنها تشتبه بضلوع امرأة في عملية إطلاق النار وقالت الشرطة إن امرأة ربما تكون قد شاركت في عملية إطلاق نار لكنها ما زالت غير واثقة من ذلك تماماً وروا شهود عيان أن وابلاً من الرصاص أطلق من فندق مجاور مطل على الشارع حيث كان نحو ثلاثة ألاف يحضرون حفلاً موسيقياً واغلقت الشرطة الشارعة حيث مكان الحفل وطلبت من سكان المدينة عدم الاقتراب كما شددت الإجراءات الأمنية في المدينة عندما قابلنا رجال الشرطة ثمانية منهم أخرجون إلى هنا وشعرنا أننا في مكان آمن كان هناك مهاجمان واحد منهم قتل برصاص الشرطة والثاني ما زال حراً لا داعي للخوف الآن فالشرطة موجودة في كل مكان قال رئيس حكومة إقليم كاتالونيا كارلس بوجيمون إن الإقليم أصبح من حقه الآن الحصول على دولة مستقلة بعد الاستفتاء حضرته الحكومة وشابته أعمال عنف واعتبر أن الاستفتاء كان بمثابة فرصة لإعلان الاستقلال من جانب واحد وقالت السلطات المحلية في كاتالونيا إن أربعين في المائة من سكان الإقليم شاركوا في الاستفتاء موضحة أن 90% منهم صوتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا أصب المئات بجروح عندما تدخلت الشرطة الإسبانية لمنع التصويت الذي جرى يوم الأحد وكانت الحكومة الإسبانية تعهدت بمنع الاستفتاء بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلاني أقال بوجيمون في تصريح تلفزيوني رفقة عدد من المسؤولين في كاتالونيا إنه في هذه الظروف الممزوجة بالأمل والألم حصل مواطن كاتالونيا على حقهم في دولة مستقلة نظامها جمهوري أقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو رخوي في وقت سابق إن الكاتالونيين غرر بهم في تصويت وصفه بغير القانوني كما وصف الاستفتاء بأنه استخفاف بالديمقراطية لم يكن هناك استفتاء على استقلال كاتالونيا القادة المحليون يعرفون أن التصويت غير قانوني ولا يمكن إجراؤه لكنهم أصروا على هذا الانتهاك الصارغ للقانون وقد ارتكبوا محاولة اغتيال للديمقراطية الإسبانية دون التفكير في أي شخص أو في أي شيء اختار مواطنو كاتالونيا حقهم في أن يصبحوا دولة مستقلة على شكل جمهورية وفي الأيام القليلة المقبلة ستنقل حكومة نتائج الاستفتاء إلى برلمان كاتالونيا الذي سيعمل بموجب التشريع الكاتالوني ذاو أعلنت السلطات الكاتالونية أن أكثر من 800 متظاهر أصيبوا نتيجة مواجهة مع الشرطة فيما أعلنت الشرطة الإسبانية أن صابت نحو 33 شرطيا الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا أجرته السلطات المحلية في الإقليم على الرغم من الحظر الذي فرضته الحكومة المركزية في مادريد والتي عملت على منع عملية التصويت فمنذ الصباح قامت الشرطة الإسبانية بمحاصرة العديد من مراكز التصويت في الإقليم وصادرت صناديق الاقتراع فيها بالإضافة إلى ذلك تم قطع الاتصال بالإنترنت في جميع مراكز الاقتراع إلى روسيا حيث اعتقل أكثر من عشرين متظاهرا من نشطاء دعاة الحرية في البلاد والذين تظاهروا ضد فرض الرقابة على الإنترنت المعتقلين تم إطلاق صراحهم بعد احتجازهم في مقرات الشرطة لساعات وذلك وفقا لموقع أوفي دي إنفو الروسي غير الحكومي والذي يهتم بقضايا حقوق الإنسان والحرية العام هذا وكان العشرات من الأشخاص تجمعوا في وسط العاصمة الروسية موسكو بالقرب من مبنى الفرع الروسي لشركة يوتيوب وطلبوا بوقف الترويج للفيديوهات المؤيدة للكريملين فضلا عن تقييد أنشطة قنوات المعارفة نحن نقف احتجاجا على سياسة مكتب يوتيوب الروسي ونحن نعتقد أنه يعمل بشكل غير عادل فهو يروج للقنوات الموالية للحكومة ويقيد حرية عمل القنوات التابعة للمعارضة نحن نمارس حقوقنا القانونية لضمان الحصول على الحقوق الخاصة بنا ولا نريد لأحد مصادرة حقوقنا والتحكم بنا نريد أن نكون جزءا فاعلا في هذا المجتمع وليس عبيدا إلى شبه جزيرة القرام المحتلة حيث تزايدت عمليات القمع والاضطهاد ضد تطار جهاز الأمن الروسي أفسبي قام اليوم بمداهمة وتفتيش منزل الناشط التطاري رينات سليمانوف بالقرب من مدينة سينفيروبول محامي سليمانوف آدم سميدليايف أفد بأن أجهزة العمن الروسية لم تعلن عن أسباب هذه العملية في وقت تجمع فيه نشطاء حقوق الإنسان في القرام وأصدقاء سليمانوف لمؤذرته هذا وبعد الانتهاء من عملية التفتيش اقتادت عناصر الأمن الروسي الناشطين التطاريين الآخرين أرسين كرب الدينف واسيران مصطفايف إلى وجهة غير معروفة وأشر ناشط في مجال حقوق الإنسان إلا أنه لم يسمح له بمتابعة عملية التفتيش التي أجرت أجهزة العمن الروسية فيما أكد أن المركبة التي أقلت سليمانوف ورفاقه لم تكن تحمل أي أرقام أفراد أجهزة الأمن كانوا يرتدون الأقنعة وطوقوا المنزل ومنعونا من الاقتراب تضعف عدد المراقبين الروس إلى جانب ممثلين من رابطة الدول المستقلة الموالية لروسيا في بعثة المراقب الخاصة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون بحسب ممثلة أوكرانيا في بعثة الإغاثة الإنسانية التابعة لمجموعة الاتصال الثلاثية إيرينا هيراشينكو هيراشينكو أشارت إلى أن هذا السبب الرئيس في عدم تسجيل الانتهاكات الواضحة التي يقوم بها المسلحون الروس هذا هو تسر كييف على موقف محايد تجاه تنفيذ البعث لمهامها وفي الوقت نفسي أكدت هيراشينكو أن أوكرانيا ممتنة جدا لمنظمة الأمن والتعاون للدور الذي تقوم به في إقليم الدنباس لموضوع آخر أعلن مكتب المدعي العام في أوكرانيا أن مليار وسبعمائة مليون دولار من الأموال صدرت من حسابات الرئيس الهارب فيكتوريانوكوفيتش وحاشيته يوري لوتسينكو أشر إلى أن الأضرار والخسائر التي تسبب بها نظام يانوكوفيتش للدولة تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار وهي قيمة تعد بحجم الميزانية السنوية لأوكرانيا وأكد المدعي العام يوري لوتسينكو بأنه على قناعة تامة أن يانوكوفيتش لن يتمكن من إعادة الممتلكات المصادرة عن طريق المحاكم الأوروبية وأن عملية مصادرة الممتلكات والأموال تمت وفقا للأحكام والقوانين التي أقرتها المحكمة إلى بلدة كالينوفكا التي شهدت انفجارات مستودعات الذخائر في الأسبوع الماضي حيث أعلنت هيئة طوارئ الأوكرانية أن استئناف الدراسة والعمل في المدارس ورياض الأطفال فيما يبقى الحضر على الرحلات الجوية في أجواء البلدة مستمرا تشمل منطقة الحضر الجوي مساحة بقطر أربعين كيلومترا من موقع الانفجار وتم تمديد الحضر لمدة أسبوع آخر حتى التاسع أكتوبر الجاري ومع ذلك يتوقع خفض منطقة الحضر لمساحة قطرها خمسة كيلومترات إمدادات الغاز قد أعيدت بالفعل لأكثر من 12 ألف مشترك ولا توجد الآن حرائق ضخمة في المنطقة وفق تأكيدات السلطات المحلية وتعمل فرق خبراء المتفجرات في المنطقة حيث تم تمشيط حوالي 13 ألف هكتار من الأراضي حول مستودعات الذخيرة هذه المهام أنجزها آلاف من خبراء المتفجرات باستخدام المئات من المعدات الخاصة لتذكير فإن الحرائق اندلعت في مستودعات الذخيرة بالقرب من بلدة كالينوفكا مساء السادس والعشرين سبتمبر الماضي وعملت فرق الإطفاء على إخمادها لمدة يومين وتجري أجهزة الأمن الأوكرانية التحقيقات للوقوف على أسباب هذا الحادث من المقرر أن يتم إطلاق ثلاثة صواريخ حاملة للأقمار الصناعية والتي أنجزت بمشاركة أوكرانية في نوفمبر من هذا العام الصواريخ من الفئة خفيفة الوز نسبيا وهي فيغا وأنطاريس وزينيت بحسما نقل موقع وكالة الفضاء الأوكرانية محركات الصواريخ صممت من قبل الشركات الأوكرانية يوجني يوغماش وأيضا خارترون وتشيزار وستجرى إحدى عمليات الإطلاق في محطة بايكونور في كازاخستان لهذا الخبر وصلنا إلى ختام نشرة اليوم قدمناها لكم من قناة يوغي تيفي الأوكرانية في العاصمة كيف شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر